ليه النقاب صعفين النهاردة؟ انها طلع بيان وبيان خاصة بالداخلية هم حرين وده موقف النقابة ومحدش يعني ضد هذا الامر هم يعني ايه يطلعوا هذا البيان ويالكلام ده ولكن فقرة من البيان ما كنتش عارف ايه الحكاية ليه الناس بيكلموني هو ايه اللي حصل هي ما للمجلس وما للنقابة وما لهم بيك وما لهم ايه قلت لهم ايه الحكاية في ايه قالوا المجلس وقع لك عقوبة قلت لهم عقوبة ايه الله ما اجعله خير يا رب ده حلم ولا صحيح قالوا لا ده صحيح بحد صديق عزيز بعاتلي على الواتس كده البيان وبعدين جاء بعد كده رسمي قال لك ايه انه بيان النقابة لمجلس النهاردة تمخض على انه تقريبا كانوا عمليه اجتماع ده عشاني قرر توقيع عقوبة لفت النظر لكل من عضويا النقابة احمد موسى احمد الخطيب لتحرضيهما عبر وسائل الاعلام شوفوا بس الكلام عشان هقول لكم الكلام بعد كده ايه الحكاية وهتحدى النقابة واحد واحد بالوقت عبر وسائل الاعلام على حبس زملائهم الصحفين بالمخالفة لقانون نقاب المنساق الشرف طيب اول ما شفت الكلام ده رحت بعت الياحية نقيب على الواتس بعت له رسالة قلت له فيها الاتي ساعة خمسة لخمسة طلبته مردش فبعت له رسالة جايز مشغول نقيب صحفين مشغول قلت له للأسف النقابة تتعامل سياسة اتحدى النقابة انتجد كلمة واحدة ذكرتها امس ذكرتها امس عن اي صحفي تلميحا او تحريضا بالقبض او غيره لم اذكر اي كلمة ده نص رسالة اللي انا بعتها ليحية لم اذكر اي كلمة عن اي صحفي وسوف اترك للنقابة البحث عن اي مقطع لحلقة امس يؤكد ما زعمته في توقيع العقوبة وبعد ذلك سيكون القانون هو الفيصل لحملة التشهير ليه بتستعادفني من جانب النقابة كيف للمجلس ان يوقع عقوبة دون التأكد من الحقيقة وهنا ليه وقفة موقع البديل بتاع خالد البلشي وخالد انتوا عارفين الموقف خالد بيتعامل سياسة بتعاملش مهنة ولا ليه علاقة بانه بيتعامل بالمسألة المهنية المعتادة وانا عضو مجلس كنت اربع سنين وكان ليه الشرف كنت بخدم زملائي دون ان اصنف واحد فيهم لا دا اخواني ولا دا ايه صحفي بروح معاهم نيابات واقسام الشرطة والسجون وكل حاجة يعني الدرجة دفعت الناس كفالات لحد النهاردة ومش هقول اسماء لحد النهاردة انا 2003 ل2007 والله ما خدتها للنهاردة مش عايزها مش بقولها عشان تحاجة يعني لكن دا وجبك وده دورك وعمرنا ما جينا في اجتماع مجلس بصندف الناس ابدا كان يبقى على يمين صلاح عب قدو عب مقصود ومحمد عب قدوس ومش عارف مين ومين وممدوح الوالي واخواني يعني ولكن عضاء مجلس ويجي لك اي حد زميل صحفي المهم ان هو صحفي وصحفين اخوان بيتابعونه وعارفين اللي انا بقوله دا قدمت لهم اكتر حد قدم لهم خدمات مفيش تصنيف لنه زميل صحفي وانت في المجلس ما تصنفش الصحفيين موقفك السياسي خارج النقابة خارج النقابة مش جوه المجلس وما تستغلش المجلس لتصفية حسابات سياسية خالد البلشي يصف حسابات سياسية وانا بعنك كلام بعنك ليه بقول كده لانه موقعه هو اللي كتب خبر الصبح واضحكت لما حد بعتلي الخبر تعرفين انا ما بدخلش المواقع اللي هو قدامكو دا وكتب الكلام ان انا بحرط ضد المجلس طب هو ضد المجلس ولا ضد الصحفيين ما فهمتش الموضوع مهم يعني لما اتبعتلي الكلام دا قلت دي علام كذابة ولما اقول كذابة يبقى كذابة لانه اتحدى على الهوى واحد في النقابة يطلع جملة قلتها ذكرت فيها صحفي اي يطلعه هالي اتحدى المجلس بالكامل في مجموعة منهم بحترمهم بالكامل يطلع جملة تحريض على اي زميلة لا دا احنا اللي بندفع عن زملائنا مش انتو انا بقول احنا احنا اللي دفعنا وبندفع عنهم انتو بتشغلوا سياسة في ناس فيكو كتير جدا واخدين الموضوع سياسة واخدين انتقامة والنقابة لا مكان فيها لتصفية الحسابات السياسية من اسوأ وانا بقوله هون من اسوأ المراحل اللي احنا فيها الصحفين كلهم بيقولوا كده على فكرة بدليل دعوا الجماعيات عمومية كتير مش عارفين يعملوا جماعيات عمومية من اسبوعين دعوا الجماعية راح لهم عشرين واحد او اربعين واحد من تم تلاف المفروض يروح اربع تلاف واحد عشان يعرفوا قدية الصحفين عايزين المجلس دولة مش عايزينه ما لو انت عايز تروح وتسمع وتشوفها الروح في ناس ما دخلتش يبقى لها سنوات بتحدى هنا المجلس يطلعوا المجلس اللي بياخد قرار ضد عضوة في النقابة دون ان يتحقق يسمعوا لخالد البلشي فقط هل مجلس النقابة كله بقى النهاردة خالد البلشي بقى هو البلشي يقول لهم فلان قال وفلان قال طب ما تشوفوا يا بحوات وانا بتحداكه ومن هنا البكرة لانه اول مرة هستخدم حق القانوني اول مرة في حياتي هستخدم حق القانوني لمقاضات صحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة البعض في مجلس النقابة مش كلهم سأستخدم حق اذا لم تقوم النقابة برد اعتبار فورا انا بسمح لهم لبكرة عشان يشوفوا الحلقة بتاعت انبارح بالكامل التلات ساعات يجبوها كده ويتفرجوا عليها هسمح لهم لحد بكرة اذا لم تصدروا النقابة اعتذار وتتراجع عن هذا القرار المسيس المسيس سوف اقاضي النقابة واختصمها واقاضي خالد البلشي على نشر اخبار كاذبة والترويج لشائعات والتحريض لانه كتبوا ده تحريض وبان النقابة تحريض وانا بقوله هو هسيبكوا البكرة مش النهاردة عشان انتوا طبعا لا شفتوا ولا تبعتوا انتوا بس اتقلكوا الكلام وانا بقوله اتقلكوا واعلي الكلام اتقلكوا من البلشي اللي هو كتب خبر كاذب وخبر مسيس وخبر لا علاقة لي بالله انا قلته ابدا خلوا بالكوا انا اعرف زملاء الصحفيين كويس قوي وعلاقتي بالسواد الاعظم من زملاء الصحفيين جدا جدا وادافع عنهم اكتر منكم وبحبهم اكتر منكم على فكرة وعلاقتي بيهم احسن منكم تاني وبقول علاقتي بيهم احسن منكم ولكن هو الموضوع ايه احمد موسى هو النقابة دي ومجلسها مرهوش اللي احمد موسى يا جماعة يبعدوا العمل النقابي عن تصفيت الحسابات انتمالكوا بتصفوا حسابات لحساب مين هل اللي انتوا عملتوا النهاردة معناه ايه ان انت مش عايزنا اتكلم انتم نقابة الرأي ونقابة الحريات اللي احنا طول عمرنا ده انتم لما ايه لما يقول لك اسو دي نقابة الحريات النهاردة مش مستحملة ايه كلام مش مستحملة كلام ما لهوش علاقة انت بتصفح حسابات بتطلع بيان وتاخد قرار وتوقع عقوبة بقيت خصم وحكم بقيت قاضي ده القاضي ماعملهاش ده القاضي بيقرأ ورق ويسمع الناس ويسمع الراجل المشكو في حقه من غير حاجة بقت غاب صحفين كده بقت مهزلة بتطلع قرارات وايدان الناس صحفين من غير ما تسمعهم حتى من غير ما تشوف فيديو يعني تجيب فيديو قدامك وتشوفه يا اخي مجلس النقابة لتمحتر النهاردة معروش تسعة ولا عشر كانوا حاضرين مش كل المجلس تمحتر طب هاتوا نشوف الفيديو فيه ايدانة ولا لا اتكلم ولا لا ولا انا عشان قلت قبل كده ولا هو ايه الموضوع عشان قلت اللي ينزل يطبق عليه قانون وده ما لهوش علاقة بالصحفين لان انا شغلتي صحفي وانا شغلتي كنت الاربوع عشرين ساعة في الشارع اللي كنت بغطي كل الاحداث في الشارع بكنت بقعد في المكتب فعارف ان المراسل دي اصعب شغلانا ما استأذنش حد هنا في الشارع فالصحفي ده انا معاه ينزل يقدي عمله ووقف معاه ويقدي عمله ولا احد يتعرض له ده قانونه وده اللي احنا عارفينه كرامة الصحفي كرامة الصحفي انا بقى تحدث عن صحفي ولا يسه ناشط سياسي الصحفي ده مش نازل عشان يتظهر او عشان يضرب او عشان يعمل لا لان احنا ملناش في الموضوع ده الصحفي نازل بيغطي حدث تعظيم سلام لان هو ده دوره لكن الصحفي نازل عشان اعشت من تمالك يبقاش صحفي انا مش نازل عشان اتخنق مع الناس او افتعل مشكلة صحفي نازل اللي انا واقف معاه يؤدي عمله المهني اللي احنا كنا بنقديه واحنا وقفين في الشارع وانا نازل الشارع بيقدي ده في الاحداث الضخمة لكن الاسف عدد كبير منكم منزلش يغطى شغل ولا عمل شغل ولا نزل اشتغل في الشارع فيمعرفش ايه الموضوع لا انا راجل شغلتي كانت الشارع طول عمري شغلي ميداني فدافع عن زملاء الصحفيين فتيجي النهاردة لعندك حياد ولعندك مهنية وبتاخد قرار وتعاقب ناس من غير حتى ما تتكلم معهم عشان عندك وجهة نظر احادية عشان انت مسيس عشان النقابة بقت مسيسة ما بتخدمش حد وروني خدمت مين خدمت مين عملت ايه للصحفيين ده هيكوني موضوع اخر وليه كلام اخر في هذا الامر عشان ما خدش الامور لامور بعيدة عن كده السفير ناصر كامل سفيرنا في اشتركوا في القناة